عايز اروح لأول بطولة لي بطولة كاس مصر بطولة مهمة جدا بطولة غالية يعني اول بطولة الواحد بياخدها وهو جوه النادي الاهلي اكيد ما بينسهاش ان شاء الله هتاخد بطولات كتير بازم الله والعداد هيعد زبور لكن بطولة كاس مصر امام نادي الزمالك شاركت في الحدث كان لك دور مهم جدا والمباراة دي انت لعبت ايه بقى فيها هفرايت هفرايت وينجرايت يعني من باك ليفت لباك رايت لمساك لنص ملعب المراضي المهمة هتكون وينجرايت صح شفت المباراة دي ازاي وشفت التتويج بطولة كاس مصر ازاي مسهولة حركة يا كابتن انا لعبت كتير قدام نادي الزمالك طبعا والواحد المستمتع وهو بيلعب قدام نادي الزمالك او قدام نادي الاهلي وهو لسه في نادي تاني مش في نادي الاهلي لكن لما تلعب قدام نادي يعني هو الخصم الاول والاخير في مصر اهلي والزمالك تبتلعب نادي الزمالك فدي بتبقى بقى موضوع مختلف تماما بقول فرقتين مركزين جدا قوي والفرقتين عاملين حساب بعض كويس جدا فوانا نازل ملعب ما كنتش حاطت في دماغي ان ده نهائي اه او ان ده مطش يعني مصيري اه وانا نازل الملعب زمالي في الفرقة حاسنت ان انا مثلا بقى لي مثلا تلاتين مطش بلعب معهم وانا لسه بيكلموني لكنهم ايه وبيدغروا علي يعني يلعبوا لي الكورة وعشان هلعب لهم تاني يلعبوا لي الكورة مش ان هو ان انا اوخت جنبه لما لقيت بقى ان الدنيا ماشية كده حاسنت ان فيه ثقة هو اللعب ام الديهالي وكمان ان مستر كولر يبقى وثق فيها بالطريقة دي وينزلني اول مطش لايه في نهاي كاس ويلعبني وينج رايت وهو اصلا جايبني باك رايت ده في ثقة كبيرة طبعا وبعدين خلي بالحضر لك المطش ده انا كعمر انا استغربت المطش ده كان فيه كريم فوقت بره وينج رايت وكان فيه ريد اسليم بره وينج رايت انا لما من دولي قلت انا العب ايه العب ايه يعني ما شاء الله كان محمد هاني ساعتها ماشي كويس قوي وعمل مطش كويس قوي وكان كابتن علي معالول طبعا ربنا يشفيه ويعافيه ورجاوا بألف سلامة يعني ما فيش خلاف عليهم انزل اعمل ايه انا هنزل العب ايه فلم رايت ويقولي هتلعب وينج رايت فاستغربت بس انا لعبتها كتير وجبت جوان فيها كتير فبالنسبة لي كان الموضوع سهل هي بس العقبة الوحيدة ان انا وانا نازل محطيتش في دماغي ان ده نهائي لان لو كنت حضيت في دماغي كنت ممكن تشد زي محطا قلت زي محطا قلت